دقيقة من مجريات هذا اللقاء الذي سيكون متير بكل تأكيد نتمنى نشاهد مبارا ولقاء يرتقي بمستوى الفريقين وأن نشاهد مبارا كما تمنينها بين أحمر العاصمة فريق الاتحاد الفائز في الجولة الماضية والمنتصر على الشط بهدف معاد عيسى أمام الاتحاد المصراتي المنتشي بفوز اللي أمامنا في الصورة معتزل معروف أمام الخمس في الجولة الماضية مباراة كبيرة وقمة يحتضنها ملعب مصرات الدولي بين أخضر مصرات فريق الاتحاد المصراتي وأحمر العاصمة فريق الاتحاد الاتحاد لخطف الصدارة والاتحاد المصراتي للفوز الثاني تواليا هذا الموسم وعلى أرضية ملعب مصراته فلمن ستكون الكلمة بين أقدام لعبي فريق الاتحاد المصراتي أيوب أعمارة طويلة باتجاه من باتجاه باكاكي لكن أقرب طلال فرحات من طلال عبدالله شعافي وهذه لاجه من عبدالله حاول يلعب البينية باتجاه باكاكي لكن أقرب الدفاع ترجع ليسان دلورفلي وهذه الكرة الخطيرة والتزديدة التزديدة والهدف الأول باكاكي كرست من خطى دفاعي يوقع عن الهدف الأول لسلع فريق الاتحاد المسراتي تتغير النتيجة ويتغير السكور هدف لسلع فريق الاتحاد المسراتي في هذه اللحظات هذا الخطأ وهذه الكرة استلم سدد باكاكي حتى على يسار الحارس معادل لافي حتى على يسار اللافي ليوقع أول الهدف في هذا الشوطل والفريق الاتحاد المسراتي يتقدم بالأقدام الكونغولية عن طريق باكاكي كرست وحد سارت تتغير النتيجة استغل كرست باكاكي وأوضع الكرة في مرمى اللافي هذه الكرة العرضية أين الرأسية ولكن الكرة خارج أرضية الميدان يمشي خليل العرضية والكرة الخطيرة مرت مرت العرضية ورأسية فريد أنجوم مرت على الحارس عليه شعافي هدف أول أو هدف كان محقق هذه الكرة هذه العرضية فريق الاتحاد المسراتي يمشي بالقاسم زاد في السرعة بالقاسم يريد المرور بالقاسم وناجي ناجي وبالقاسم لكن يتدخل ناجي دراه في التغطية دفاعية يبعد كرة بالقاسم ترجع ناجي دراه طلال فرحات طلال من ناجي لطلال من طلال طويل الكرة باتجاه من؟ باتجاه معاد عيسى لكن وسط الميدان يقطح سينالي ترجع للماتي الهوني الهوني من أمام عبدالله الشعافي الهوني وعبدالله أمام السعد الغرباوي يمرر لي سند الورفلي سند الورفلي سند طويلة من سند الورفلي تصل ليه كوامي الفونسو كوامي من أمام سينالي مر كوامي الفونسو يزيد مازال يقطح نبيله ولكن هناك خطياء يتحصل فريق الاتحاد على خطى قريب من مرمى الحارس علي الشعافي العرضية هنا الرأسية والكورة بالرأس خطيرة التزديدة التزديدة والهدف لكن الراية لكن الراية متسلل يا محمد خليل الراية على محمد خليل على فريق الاتحاد وانتزاع ثلاث نقاط وانتصار والمركز الثالث متسلل يا باكاكي الشعافي عبدالله التمرير تصلي باكاكي الهجوم زال متواصل لصالح فريق الاتحاد المسراتي يمشي باكاكي للشعافي عبدالله الشعافي لف في دور يبحث عن المساندة يبحث عن التمرير تصل للمعروف معتز المعروف للغرباوي يختح الشادي يمشي الهوني ينطلق المهدي الهوني يبحث عن العرضية الكورة ولكن التدخل الدفاعي التدخل الدفاعي ترجع الكورة لسعد الغرباوي أو معتز المعروف معتز المعروف من أمام المهدي الهوني يخسر الكورة ترجع لربيع الشادي البينية لعليماتي ولكن التغطية من أحمد فكرون ترجع ترجع لي بالحاج عمر عمر لربيع يمشي الشادي فريد لي ناجي ترا ناجي العرضية اينا الرأسية فريد لي حارس المرمى اللافي معادة ضغط ما زال مستمر والكورة ما زالت يمشي الغرباوي السعد الغرباوي ضغط متواصل من هجوم فريق الاتحاد المصراتي على دفاعات فريق الاتحاد في هذه اللحظات يمشي الورفلي سند ولكن يتدخل المعروف سبخطة من رمية جانبية هي الرمية الجانبية لم يشير لي شيء الحكم ترجع للمعروف المتأس المعروف خطيرة الكورة ممكن التزديد هذه خطيرة والكورة هذه خطيرة كانت ولكن الكورة ولكن الكورة بين احضان حارس المرمى بين احضان حارس المرمى جديد يتمهد بالكورة يسدد ولكن الكورة هذه تزديدة ضعيفة يا جديد لا تسدد هكذا على معادة اللافي ثلاث نقاط والانتصار لخطف المركز الرابع والكورة والكورة بي على مرتين اللافي على مرتين معاد اللافي حارس المرمى تزديدها قوية ولكن حارس المرمى اللافي أقرب أيوب أعمارة أيوب من أمام جهاد جلتور خطيرة الكورة خطيرة مثال كوامي الفونسو كوامي العرضية والكورة خطى دفاعي كاد يكلف هدف غالي لصالح فريق الاتحاد الدفاع ولكن الدفاع يتدخل الدفاع يتدخل وهذه خطيرة وهذه خطيرة وهذه خطيرة يا باككي فالدقائق حجم الليقاة وال تزديدها والكورة كوامي الفونسو يعدل الكفار يصالح فريق الاتحاد صارت واحد واحد الفونسو كوامي يعدل النتيجة في آخر الدقائق لصالح فريق الاتحاد الكورة في المرمى لتسبح هدف فريق الاتحاد هدف فريق الاتحاد المسراتي وفي اخر مجرعيات الشوط التاني الميدان هذه تمرير تعليم màدي كوامي الفونسو من مادي لكوامي من الكوامي في المرمى للشعافي لتصبح النتيجة هدف في كل مرمى هدف لي صارح فريق الاتحاد عن طريق الكوامي الفونسو وهدف لي صارح فريق الاتحاد المزراتي عن طريق باكا كي كريست هدف للشوط الاول وهدف للشوط التاني التنطلق يمشي على الجيل اليومنا يمرر الكورة باتجاه على مادي حول لي جيل تشلدون هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة ولكن أقرب أقرب ممتاز محمد جديد في الطاقة الدفاعية وبهذه الكورة وفي هذه اللحظات يعلن حكم اللقاء طهر فرج عن نهاية مجرية